اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام نعرض لكم اليوم السلسلة من المقاطع التي تنفصل بها كلنا على حدة محافظة عراقية وسنعرض في هذه الحلقة ثمان محافظات عراقية خرجت بمظاهرات حاشدة نبدأ من العاصمة بغداد حيث نتابع في اول مقطع لدينا من العاصمة قمع المظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد من قبل القوات الحكومية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب ان التحرير اذهبوا على المثال اشتركوا في القناة تبعت المشاهدين الكرام الطريقة التي تتعامل بها القوات الحكومية مع المتظاهرين وإن كان غاز مسيل الدموع انظروا إلى الطريقة التي أطلق بها أنه تصويب مباشر على المتظاهرين نتابع مع حضراتكم الآن إصابة متظاهر بالاختناق نتيجة تعرضه للغازات والقنابل الدخانية التي أطلقتها القوات الحكومية لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير ونستمر في بغداد حيث نتابع إصابة متظاهر في ساحة التحرير في العاصمة بغداد أيضا نتابع أيضا جانب من مظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد يتحلون للهائل المهنة يتحلون للهائل المهنة يتحرون للهائل المهنة نطفى من وين جبوحلة يتحرير يا تحريف نفا من وينك محلا نفا هروين على الصاد أندي قار الصاد ينادي يسرق الريد الخدمات يسرق الريد الخدمات تربية ويهل عمارة عدهم شان وكلهم شارة ما نستيخل أهل ديالة ولا نقبل تمام الكود ونتابع أيضا لحظة قمع المتظاهرين في ساحة التحرير يقولون إننا عراقيين ويقولون إننا عراقيين باع 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 ستنسينا مظاهرين باع 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 وين وصل باع نبقى في العاصمة بغداد حيث نتابع لحظة الاعتداء على أحد المتظاهرين في المظاهرات التي حدثت في العاصمة نبقى في بغداد ونتابع لحظة رش المتظاهرين في بغداد بالمياه الحارة لتفريقتهم لكن هذه المياه لم تمنع المتظاهرين نبقى في بغداد حيث نتابع لحظة رش المتظاهرين في المنطقة نبقى في محافظة بغداد خرج أهالي المحافظة بغداد العاصمة بالمظاهرات التي سند بها إخوانهم في بقية المحافظات ننتقل الآن إلى محافظة بابل ونتابع جانب من المظاهرات الغاضبة في المحافظة يشارك في بغداد خرج أهالي من المساوطة ونبقى في محافظة بابل حيث طرد مراسل أحد القنوات الفضائية التابعة للأحزاب والميليشيات بعد رضه لهتافات المتظاهرين ضد الأحزاب في محافظة بابل طرد مراسل أحد مراسل أحد طردون متظاهرين وهذا التعامل طبق مع كثير من الأشخاص الذين رفضوا من جانب العراقيين سواء كانوا في أي محافظة من المحافظات رفضوا لأنهم مرتبطون بهذه الأحزاب من بابل إلى النجف حيث نتابع شباب النجف يتظاهرون ضد فساد الأحزاب الحاكمة والقوات الأمنية كالعادة تمنعهم من الوصول إلى مقر مجلس المحافظة فلنشاهد آه هنا ضربوا متظاهرين سواء مراحة السلمية وضربوهم شفيفكم محمد محدد ذولة واحد ذولة سواء من الجمعين في ساحة الصدرين وضربوهم من النجف يوم الجمعة شفيفكم محافظة الآن سوف نفترون من جو الجسير ويعبرون وهذا مزيد تطهر وتمشي نبقى في محافظة النجف حيث تظهر الألاف من العراقيين في المحافظة وجابوا شوارع النجف هاتفين ضد الأحزاب الحاكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستمر في محافظة النجف حيث قامت قوات مكافحة الشغب برمي القنابل المسيلة للدموع على الشباب المتظاهرين قرب جسر الإسكان في المحافظة فلنشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من النجف إلى كربلا حيث قامت جمع المتظاهرين في محافظة كربلا بالخروج هاتفة ضد الفاسدين والأحزاب الحاكمة في العراق فلنشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصيحة صغيرة يجب أن يكون خمول في المظاهرات يجب أن تكون دائما نشطة إن كانت فعلا هناك أهداف حقيقية من أجل الوصول إليها في هذه المظاهرات من كربلا إلى محافلة القادسية وحيث قامت ميليشيا بدر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في مدينة الديوانية وقتلت أحد الشباب المتظاهرين دول سبحية إيران الرجعية وهم الشرطة خاسين على حال الفقرة ودور الساقطين يرمون جماعة إيران دور الساقطين يرمونوا على الشرطة البطن شوفها شوف 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 الله أكبر الله أكبر خلينا كل السفر خلينا بطلين بطلين أعمل خلينا من أبونا مشارفة تبعتم مشاهدين الكرام إطلاق الرصاص من الميليشيات والأمن يقف متفرجا هذه هي الكارثة الموجودة الآن في العراق نتابع مع حضرتكم لحظة مقتل أحد المتظاهرين برصاص حرس مقر ميليش شبدر في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية نبقى في القادسية حيث نتابع أطلق الرصاص على المتظاهرين من قبل ميليشي بدر في الوقت الذي تقف فيه قوات الأمن من دون أي تدخل موسيقى لا أحد هيب One لا أحد هيب One لا أحد هيب One oh boy لا أحد حدود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني امن لا يتدخل هذا هو الحال الموجود الان في العراق كما تابعتم قضية اطلاق الرصاص من قبل ميليشيا بدر والامن يقف متفرجا ولا يتدخل هذه كارثة حقيقة عندما يحدث في العراق نتابع ايضا من محافظة القادسية الى محافظة ميسان جانب من مظاهرات اهلي محافظة ميسان ضد الاحزاب الحاكمة والفساد الحكومي اشتركوا في القناة من محافظة ميسان الى محافظة ذيقار المتظاهرون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار يهتفون الشعب يريد اسقاط النظام المتظاهرون في مدينة النظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسقاط الاحزاب والنظام هذه هي مطالب اهالي الناصرية ونتابع ايضا من الناصرية لحظة اصابة احد المتظاهرين برصاص القوات الامنية اشتركوا في القناة وننتقل الى محافظة البصرة متظاهرون مدينة البصرة يؤكدون على استمرار التظاهر وعدم السكوت فلنشاهد اشتركوا في القناة ونبقى في محافظة البصرة حيث نتابع استمرار التظاهر من قبل جماهير البصرة الغاضبة التي هتفت هتفت ايران بر بر والبصرة تبقى حرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحافظة كربلاء الخطبة القاها ممثل المرجعي عبد المهدي الكربلاء والذي يبدو انه نسي او تناسى ما يمر به العراق حيث خصص الخطبة لتكون عن موضوع الحسد في حين ان العراق يشهد مظاهرات عارمة هنا يوضيف النشطاء العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الكربلاء سبق له ان حث على الانتخاب في الخطب السابقة وقبيل الانتخابات تحديدا وكذلك حث على حمل السلاح بفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها السستاني فلماذا لم يتحدث عن المظاهرات في العراق دعونا نتابع التعليقات التي جاءت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عبد الله يقول يا الله ثورة ثورة لا تعاولون على المرجعية ترى ما ذكرتكم او ما ذكرتكم ولا جابت طاريكم يقصد على خطبة الجمعة في تعليقنا اخر المعتصم بالله يقول يجب ان لا تختزل المطالب في خانة توفير الخدمات التي حق طبيعي لا يحتاج الى مطالبة بل يجب ان يكون مطلبا او يكون مطلب الشعب الاساسي هو اعادة الوطن الى اهله واسترجاع العراق من ايدي هؤلاء اللصوص الخوانة كذلك لدينا في التعليقات التي وردت على فيسبوك هنا تقول وحدوا صفوفكم وكلمتكم وواجهوهم بزحف حشود بشرية هزوا عروشهم وقضوا مضاجعهم ولا تجعلهم يهنأ بغمضة عين ولدينا ايضا ضمن التعليقات نبع الحنانة تقول يا اخوان ثوروا عليهم لا تخلوا دماء شباب يروحون هدر او يروح هدر بين رجلين اقزام طهران وايضا ضمن التغريدات ابو فهد يقول المهنية غير موجودة في نقل المظاهرات ومن يتصدر الاعلام ليسوا من اهل الاعلام الصادق وكذلك في اخر تعليق لدينا محمد البصراوي يقول بعد ما غسلنا ايدنا من المرجعية وتحويل كلامها على الحسد اريد اعرف خطباء المنبر الحسيني وين اشو ماسمعنا لهم صوت شنو بس بمحرم يطلعون بالتلفزيون يلطمون كانت هذه التعليقات هي ما جاء بها النشطاء او المتفاعلون على موقع فيسبوك هناك غضب شديد مما تفعله المرجعية ومن هذا التناقض او من هذا التلاعب بعقول الناس كما قال المتفاعلون وهناك طبعا تعليقات كثيرة لم يتح او يتح لنا لكي نأتي بها بسبب ضيق الوقت المرجعية التي تتحدث عن الانتخابات والتي حثت على الانتخاب وحثت على تجريب الغير مجرب دعت الى الانتخاب وحثت على حمل السلاح وغيرها من امور اخرى دعت اليها في حين ان المظاهرات عندما حدثت الان واهالي النجف وكربلاء الذين خرجوا بسبب معاناتهم لم تتطرق اليهم المرجعية باي كلمة في خطاب الجمعة التي مضت نراكم بعد قليل بفقرة هاشتاغ الموضوع عن مظاهرات عشرين تموز المظاهرات التي انطلقت يوم امس الجمعة دعونا نشت التغريدات دكتور جاسم الشمر يقول حكومة بغداد واجهت مظاهرات الجنوب بالقبضة الحديدية والسلاح الحي بل ان بعض المواطنين من اهالي البصرة صوروا الموقف بكلمات قليلة واكدوا ان القوات الامنية تعاملت معنا بشدة لا مثيل لها وكأن بيننا ثأر ويريدون الانتقام منا وفي تغريدة اخرى صهيب يقول كافي فساد ودمار وبوق وغيره وغيره هاي الثورة ضد كل من خرب البلد وتاجر بي الله يحفظكم وينصركم ويوفقكم تحياتي لكل اهل الجنوب وايضا من ضمن التغريدات التي جاءت احمد الزريجاو يقول لماذا الاستهان بهذا الشعب العظيم الذي عاش الظلم في كل الازمان تحية الى كل من انتخب الفاسدين انت وامثالك شريك معه بالفساد وفي اخر التغريدات التي جاءت بهذا الوسم على هذا الوسم كل من انتخب الفاسد طيلة السنوات السابقة يتحمل مسؤولية ما حصل وما يحصل وما سيحصل اذا هكذا تفاعل النشطاء العراقيون على هذا الوسم طبعا المتزامن مع الانتفاضة التي تشهدها المحافظات العراقية وهذه المظاهرات وبالتالي هناك دعم كبير جدا من المجتمع العراقي لهذه المظاهرات وغضب كبير جدا من من يحاولون تدميرها اعتداء عليها تفكيكها ان كان بالسلاح او بالكلمات مشاهدين وصلنا الى ختام الحلقة نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة والى اللقاء